أعرب وزير الخارجي عن أسفه لاستمرار حالة الجمودة في نزع السلاح النووية بعد مرور أكثر من نصف قرن على إبرام معاهدة عدم الانتشار وخرابة ثلاثة عقود من تمديدها اللانهائية خاصة أن العالم يشهد عودة للتلوح والتهديد باستخدام هذه الأسلحة واستمرار الدول النووية في التوسع الكمية والنوعية في ترسانتها النووية جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في الفعالية المقامة تحت عنوان اليوم العالمي للتخلص التام من الأسلحة النووية والتي عقدت على همش فعليات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث نوها في كلمته إلى ما نشهده اليوم من تهديدات علنية وضمنية باستخدام الأسلحة النووية وآخرها في سياق العدوان اللا إنساني على غزة بما يجعل من الحظر الصريح وشامل الأسلحة النووية خطوات ضرورية وملحة لا تحتمل المزيد من التأجيل أو تسويف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة